اشتركوا في القناة اماطم مع حاجة كده تكات خفيفة تكمل معانا الوجبة الغذائية ان شاء الله زي ما انت شايفة كده ده شكلها النهائي بعد ما تخرج ان شاء الله احنا هنشوف مع بعض خطوة خطوة لو انت موظفة ورجع البيت وعايزة تعملي اكل وجبة سريعة دي هتوفر معاك معايا نصف كيلو مكرونة مسلوقة اي حاجة اللي تحبيها ومعايا جبنا الشيدر وملح وفلفل ومعايا ربع كيلو صدق متقطع ومتشوح مع النار مع فلفل الوان او فلفل اغضر رومي ومعايا معلقتين طماطم صلصة متسبكة دي كانت عندي في الفريزر بقية قبل كده نبدأ بسم الله هنا صنية دهناها مسحة زيت عشان المكرونة معايا ما تجزقش فيها وما تتلساش الاكلة هنا معايا سهلة جدا يعني كل حاجة تعتبر يعني على السوى منجرد انها تخزش بس الفرن وخلاص المكرونة مسلوقة والصدق اماعية متشوح متحمر ومستوي هنا بحط المكرونة في الصينية تمام؟ ومعايا حتى الطماطم دي صلصة الطماطم متسبكة كنت مسبكة شوية قبل كده وشايلهم في الفريزر بطلع منهم وقت الاحتياج بتبقى سريع وتسهل علي هنا حطيت الصدق على المكرونة وقادي الصلصة بتاعتي لو ما عندك الصلصة متسبكة ممكن معلقتين معجون صلصة وبشوية مية دفين بتحليها بس وبتحطيها بس لو متسبكها هتحسن معك الطعم أكتر هنا بقلب بدخل الطعم كله في بعضه مع المكرونة الواجبة دي سهلة جدا وسريعة جدا لو انت موظفة زينا ما قلتلك ورجع البيت مستعجلة على الغدا محضرتهوش لو عندك الحاجة دي متواجدة في البيت سهلة جدا لو تجبيها وانت طلعة برضو مش هتاخد منك وقت في الشيرة كمان احنا بنحاول بس نسهل المواضيع وكان يبقى سريعة بتبقى أسهل كتير حطيت الملح والفلفل عندك بقدونس حطي هيدي لون معاكي وطعم ما عنديكيش ما فيش مشكلة زي إضافات والجبنة الشيدر دي بحطها بس على الوش بتدي تكة كده لما بتسيح والطعم مش موجودة برضو مش مشكلة أي حاجة عندك بتدي إضافة حلوة وأي حاجة أنت ممكن تفكري فيها حتنفع جدا بتزود القمة الغذائية لو ما فيش جبنة شيدر فيه جبنة متزرلة فيه جبنة رومي ما فيش مشكلة ممكن تطحنيها في الكبة تبقى بودر أو في مطحنة الخلاط وترشيها على الوش عندك زيتون حلقات كله 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 بينفع كله ماشي وكله بيخلي طعم الأكلة في الآخر جميلة جدا أدي كده مع بعض زي ما انت شايفها برس الجبنة عليها على الوش دي طبعا اللي بتدخل الفرن على الشواية من فوق لأنها كل الأكل فيها مستوي السدق مستوي والمقرونة بتاعتي والسلصة وكله كله مستوي دخلتها ودي بعد ما خرجت أهي في الطبق ورشت على الوش كده التكة خضرة بأدونس تدي معاك شاكل جربيها بإذن الله تعجبك الواجبة دي تكفي معاك أربع أفراد لو جنبها بطاطس محمرة أو ممكن تبقى على العشا تغيير وتجديد واجبة غزائية متكاملة ومشبعة وموفرة اقتصادية قبل كل شيء أنا هنا ما استخدمتش أي حاجة من بركة اللي فيتني وبإذن الله تعجبك والصحيتين وهنا كانت معاك إنونا الحجيري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر